اهلا بكم مشاهدين الكرام في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق اذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والشوارع بمختلف المحافظات مع تزايد القمع الحكومي والاستداف الممنهج للمتظاهرين وذلك بالتزامن مع تحركات حكومية لتسمية رئيس وزراء جديد من الطبقة الحاكمة الأمر الذي عده المتظاهرون تدويرا للوجوه نفسها ومحاولة لإذكاء الفساد الحكومي في العراق نرحب بضيفنا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي مرحبا بكم حياكم الله مرحبا استاذ وحياك الله وأيضا معنا عبر الهاتف من بغداد الناشطة المدنية ناهد أحمد مرحبا بك سيدة ناهد معنا وكذلك من بغداد صحفي العراقي سيد أحمد الجميل نرحب بكم جميعا ونبدأ بعد الفاصلة أهلا بكم جديد مشاهدينا من الرافدان في متابعتنا الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق ومعنا نبدأ من بغداد بضيفنا الصحفي أحمد الجميلي مرحبا بك سيد أحمد إذن متظاهروا بغداد أكدوا أنهم باقون في ساحة الاعتصام ولن يتراجعوا حتى إسقاط النظام كيف ترون التحديات التي تواجه المتظاهرين والناشطين في الآون الأخيرة؟ نعم كما هو معلوم بديكم أصلاح أن الأخيرة اختفعت وسيرة عمليات الاغتيال التي تمارسها ميليسيات مسلحة مستبطة بالحكومة الحالية ضد الناشطين في ساحة التحرير لدينا يوميا تقريبا عمليات اغتيال تطال ناشطين بارزين في ساحة التحرير كما أنها بدأت تتهدف أشخاص ربما قاموا بعمليات جمع تبرعات أو تقديم الطعام والمهادس للمرابطين في ساحة التحرير كما حصل يوم أمس ضد الشهيد أبو مريم الكبيس رحمه الله حيث يقتحم مسلحون مجهولون محله في شارع العمل الشابي في منطقة عامرية وقتلوه نحرا بالسكاكين هذه العمليات الإجراحية التي تستهدف المنتظاهرين والناسطين وصمت حكومي وصمت من قبل الأجهزة الأمنية إلا أن الناسطون باقون ومستمرون في مطالبتهم بإزالة الطبقة الحاكمة ورقب المرشحين الذين قامت أحزاب السلطة بتفتيحهم من أجل تولي رئاسة الحكومة الجديدة التحديات كبيرة هناك مضايقات كبيرة هناك مضايقات كبيرة تبدأ من وسط الساحة حيث قامت بعض الأحزاب بزج جماعات وزج عناصر تابعين لميليشيات مسلحة هؤلاء يقومون بممارسات وعمليات استفاذ للناسطين تبدأ من ساحة التحرير هدفاً يعني يرومون قمع هؤلاء الناشطين ومحاولة سنيهم وواصلة التظاهر والاعتصام في ساحة التحرير إلا أن الناسطون مستمرون ويوم أنت دعوة كبيرة للعراقيين من أجل الالتحاق مرة أخرى إلى ساحة التحرير وإدامة بأتصام حتى تحقيق المطالب ونتأمل أنه يوم الجمعة إن شاء الله القادم سيكون هناك تجمع كبيرة في ساحة التحرير من أجل إدامة زخم التظاهرات حتى تحقيق المطالب يعني كيف ترى معنويات الثوار والناشطين والمتظاهرين في ساحة التحرير مع ما ذكرته من أعمال خطف وقتل واستفزازات ذكرتها تقوم بها وقامت بها الميليشيات والقوات الحكومية بالضد من هؤلاء الثوار المعنويات مرتفعة يعني هناك يعني المتظاهرون واحد يوصي الآخر من أنه يجب أن نبقى ويجب أن نواصل لأنه إذا ما نجحت هذه الميليشيات بثنين عن مواصلة التظاهرات فإنهم سيلاحقون وهذه قناعة لدى أغلب الماشطين وأغلب المتظاهرين من أننا أمام فرصة تاريخية يجب أن نستغلها ويجب أن نحافظ على ما أنجزتها بالتظاهرات ويجب أن نستغل الدماء التي قدمها سهداء التظاهرات والناشطون منذ بداية التظاهرات وحتى اليوم ويجب أن نواصل التظاهر والاعتصام حتى تحقيق المضالب وحتى إزالة هذه الضغمة الحاكمة وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اخترطته أيديهم من عمليات قتل وقام عطالة المتظاهرين والناشطين المعنويات مرتفعة وأكدنا كذلك وعلى رغم من كمية التهديدات وكمية المضايقات إلا أن السباب مضطرون على مواصلة التظاهر بإذن الله يعني سأرجو أن تبقى معي سيد أحمد الجميلية الصحفي من بغداد دكتور رافع مرحبا بك حياك الله حياك الله كما ذكر قبل قليل سيد أحمد الصحفي من بغداد ذكر أن المعنويات مرتفعة وتزداد يوم بعد يوم ولكنه ذكر أنه بالرغم من كل ذلك هناك استفزازات من الميليشيات هناك خطف متواصل هناك عمليات اغتيال واستفزازات متنوعة بأشكالها من هذه الميليشيات كيف تفسر هذا الإصرار دكتور وهذه المعنويات المرتفعة على المضي حتى تحقيق هذه الحقوق بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا نصير الإصرار من الجانبين نعم إصرار من جانب الثوار والشعب العراقي اللي خرج في تظاهرته في ثورتها هذه على تحقيق أهدافه على استعادة وطنه نعم وإصرار من الجهة المقابلة التي تحكم العراق من حكومات وميليشيات وعملية سياسية وعزاب نعم على التمسك بكراسي الحكم تمسك بمكتسباتهم تمسك بمشروعهم اللي جاءوا من أجل العراق فمن أجل هذا المشروع هم يقتلون المتظاهرين يختطفونهم يعني يفكرون دوما بخطط لمواجهة هذه التظاهرات والقضاء عليها في المقابل الثوار يعرفون هذه الحقيقة عندما خرجوا من يوم واحد تشريين يعرفون أنهم سيواجهون هذه القوى ولولا هذه القوى يعني موجودة على الساحة لما خرجوا يعني هذه القوى هي التي تقود هذا المشروع مشروع تخريب العراق بالتالي هؤلاء الذين خرجوا في هذه الثورة من واحد تشريين وقدموا كل هذه الدماء الزكية وقدموا هذه التضحيات ومع وعود وتقديم كل التضحيات من أجل أهدافهم يعرفون من البداية أنهم سيواجهون هكذا قوى يعرفون مدى إجرام نعم ويعرفون مدى وهذا جزء من ثورتهم لماذا خرجوا السؤال خرجوا لأنهم يعني أدركوا هذه القضية يدركون هذه القضية يعرفون أن هذه القوى التي تحكم هذه قوى ميليشياوية قوى إجرامية عصابية وقد واجهتهم بالرصاص نعم يعرفون من البداية لذلك هذا لم يثنيهم عن المضي في ثورتهم لحد الآن والاستمرار بها يعدون بالاستمرار بهذه الثورة فلذلك يدركون جيدا المخاطر التي تواجههم والقوى التي تواجههم وطبيعة تفكيرها وطبيعة الأسلحة التي تستخدمها وطبيعة العيب التي تنتهجها يعرفون هذه القضية لذلك تستمر هذه العملية استمر هؤلاء في خطف المتظاهرين في قتلهم في الغارات عليهم في محاولات حتى بث إجراءات هذه التظاهرات إيقاف إنهاء هذه المحاولات مستمرة بالمقابل الثوار أيضا يفكرون بطرق ويسبق تفكيرهم دائما سابق تفكير هؤلاء المجرمين بكثير كيف يثبتون على الأرض كيف يطورون ثورتهم كيف يحققون أهدافهم بأقل التضحيات هم يعرفون سيقدمون تضحيات والشعب يعرف أن هؤلاء قدموا تضحيات ويقدمون تضحيات وهكذا يقولونهم بصراحة لكن يريدون تقليل هذه التضحيات وتقليل زمن هذه الثورة الوصول إلى الأهداف تحقيق الأهداف وإخراج العراق من أسره يكفي هذا الوقت فهذا يحتاج إلى جهد ثبات إصرار وهذا موجود وعزيمة وإيمان بالأهداف إيمان بتضحياتك إيمان بما قدمته حقيقي وصادق وأهدافه سامية وهذا موجود في كل الساحات والحمد لله بهذا الشكل هذه الصورة هذه صورة التفكير الجانبين أيضا سيد أحمد الجميل يا صحفي من بغداد ما تفسيرك لظاهرة الاغتيالات والخطف التي ذكرتها في الناشطين في الأوين الأخيرة يعني بدأت تزداد هذه الظاهرة ما الهدف منها برأيك نعم هذه الأحزاب الحاكمة يعني وصلت إلى قناعة من أن كل الأساليب السابقة التي استخدمتها من أجل قبعة الاحتجاجات لم تأتي بأي نفع على هذه الأحزاب الأحزاب المتظاهرون واصلوا التظاهرات وواصلوا الأتصامات ويبدو أن قدرت من قاسم سليماني وغيره من قادة الحرص الثوري الإيراني إلى الأحزاب السلطة من أن يجب أن يستخدموا يعني القوة ويجب أن يستخدموا عمليات الاغتيالات من أجل استهداف الناشطين الباردين وغيره من المتظاهرين وكما قلت على رغم من كل ما حفل وكل عمليات الاغتيال إلا أمن الناشطون مصدرون على مواصلة التظاهر وهذا لا يعني أن هذه عمليات لم تؤثر حقيقة على مجريات الاعتصام ومجريات التظاهرات هناك حذر هناك ترقب من قبل الناشطين هناك رقب من أنه يجب أن نحافظ على هذه التظاهرات وهذه الاعتصامات جنبا إلى جنب مع محافظتنا على أرواح الناشطين وعلى أرواح الشباب المتصنين في تراحة التحرير وغيرها من الساحات لأن هذه الأحزاب يبدو أنها قد اتخذت الغرار بقمع هذه الاحتجاجات وممارسة عمليات قتل المنظمة وممارسة عمليات تهديد منظمة تطال أغلب الناشطين وأغلب المتظاهرين لدينا شهادات من العديد من الناشطين والعديد من المتظاهرين من أنهم تعرضوا إلى عمليات تهديد وعمليات مضايقات في نقاط التختييج من أجل منعهم من مواصلة التظاهرات اليوم لدينا تهديدات كثيرة لناشطين قالوا بأنهم وصلتهم تهديدات على الهاتف الخاص أو على حساباتهم في شبكات التواصل هذه التهديدات تمارسها جماعات وأحزاب معروفة في السلطة أخذت على آتقها طمع هذه الاحتجاجات إلا أن الشباب وقدت أنهم مواصلون الاعتصام وهناك حوات كبيرة في الأيام القديمة سترون كيف نفعة التحرير تتعود مرة أخرى مع مواصلة الإضراب عن الدوام في المدارس دكتور رافع أيضا هناك وعود حكومية بالتوظيف والمشاريع وما إلى ذلك من هذه الوعود الحكومية ولكن يأتي ذلك كما تعلم الموازنة السنوية في كل عام يعني موازنة خيالية كبيرة ولكنها تعاني عجزا كبيرا فكيف تعلق على هذه الوعود الحكومية دكتور حقيقة أستاذ نصير عندما خرجوا الثوار هؤلاء الذين تظاهروا من واحد تشرين وليحد الآن ومعتصمين في كل الساحات الساحات الشرف في العراق كانوا يعرفون من البداية أن هناك منظومة فاسدة منظومة كاملة فاسدة هذه المنظومة بها جانب سياسي بها جانب اجتماعي بها جانب اقتصادي جانب امني كل هذه الجوانب وكل هذه الجوانب ابتخدهم مشروع واحد ينهك العراق فهم خرجوا لإنهاء هذه المنظومة لإسقاط هذه المنظومة لكي لا يبقى حل بالعراق مستمر ووضع العراق فيها بهذا السوء يزداد سوءا يوما بعد آخر واجهتهم هذه الحكومة وإحزابها بوعود وهذه الوعود طالما سمحها للعراق من عام 2003 لحد الآن وعود كثيرة وكلها كذب جزء منها الآن عندما يواجهون يعني طلع رئيس البرلمان يتحدث ورئيس الحكومة يتحدث ومنجزات وتحدثون توظيف 10,000 هنا وتوظيف 5,000 هناك ويجيب معرف منه ونسويه القضية يعني أكبر من هذه كل القوانين التي يسنونها هي في محاولة جدا لتغطية وجودهم مرة أخرى ويعادة تدوير وجودهم يعادة تدوير هذه النفاية مرة أخرى تقدم بطريقة أخرى ويتقبلها الشعب مرة أخرى وتستمر العملية السياسية هذا على مستوى القرارات والقوانين يعني قانون انتخابات قانون مدشي بهذا الاتجاه فيما يخص الجانب الاقتصادي يعدون أنه توظيف ومعرف منه أنت لديك بالعراق من عام 2003 إلى حد نهاية الصناعة انتهت العراق لا شيء يصنع فيه يعني هذه كلمة صنعة في العراق انتهت المعامل والمصانع فككت وذهبت قسم منه إيران وقسم باعه يعني انتهت القضية وزراع عندك في أسوأ حالات انتهت يعني مساحة الأراضي الزراعية في العراق تتقلص تتقلص إلى الحد الذي لا تره بالعين وحتى إنتاج الفلاحين العراقيين حتى ما بقي من أراضي يزراحها الفلاح لأنه هذه أرضة ويريد يزراحها وينتج بهها عندما يسوق يعني منتوجها عندما ينزل منتوجها إلى السوق يخسر لأن البلد يعني ماكو حماية لمنتوج المحلي مستحرك نعم البلد مفتوح إيران كل منتجاتها الزراعية تصدرها للعراق والفلاح العراقي يأتي بالطماطا والبيتنجان وكذا بأسعار بسعر يعني إذا كان هذا خمس زنانير الإيرانيين باعب دينا فالمستحرك يذهب إلى الأرخص كوراعة اقتصادي ويريد يعيش عائلة يروح للأرخص فبالتالي المنتوج العراقي منتوج الفلاح العراقي يرمى ويتحمل خسار كبيرة والدولة يعني ما تسد له خسارته ولا تضمن لخسارته ولا هي كفيلة عنها فالقضية باتت صعبة جدا في مقابل هذا أنت ليس لديك إلا أن توظف الناس مثل ما هم يفعلون هذا الترهول الكبير الآن لدينا أكثر من أربع ملايين ونص موظف مدني ومليونين ونص حوالي موظفين عسكريين جيش وشرطة وأمن أنت عندك حوالي سبع ملايين أكثر من ست ملايين موظف بالدولة العراقية هذه كلها رواتب حجم العمل الوظيفي يعني استبيان إحدى المؤسسات الأجنبية سوى تستبيان الموظف العراقي لا يعمل يوميا أكثر من ثمان دقائق ثمان دقائق في اليوم عمل هذا موضع الموظفين العراقين لا يتكلم عن الموظف العراقي لكن لكن المنظومة بهذا الشكل هو يشتغل ثمان دقائق وأنت تضطي رواتب والموظفين عموما الغالبية العظمى هم تابعين لمنظومات حزبية يعني لأنه تتوظف من الوزير إلى الفراش بالوزارة هذه ضمن المنظومة الحزبية ومحاصصات فبالتالي أنت تصرف ثلاثة أربع الموازنة لتوفير هذه هم يتحدث هم يقولون يقولون إحنا ثلاثة أربع الميزانية مالتنا الموازنة مالتنا تصرف رواتب طيب هذا شنو يعني تتفخرون بهذا هذا كارثة ويعني مشوه اقتصاد مشوه سياسة اقتصادية مشوه لا يمكن قبول بها الآن يعيدون بوظائف المتظاهرين لأنه بطالة عالية لدينا بطالة تصل إلى ستين بالمية ولديك فقر وزارة التخطيط تحدث الحالية تحدث عن ثلاثين بالمية من العراقيين تحت خط الفقر يعني أكثر من ثلثة السكان أكثر 12-13 مليون مواطن عراقي تحت خط الفقر يعني ما يستطيع أن يلقى لقمت الخبز يأكل من المزار يعني هذا هدر بالأموال دكتور بهذه الميزانية الكبيرة فهذه يخلون الموازنة الآن الموازنة خرجت موازنة هذه السنة نعم فيتحدثون عن الموازنة 162 تريليون دينار عراقي لكن العجز بها وعجز هي تحمل 48 تريليون دينار عراقي عندما تقرأ هذه الأرقام وتحولها ستجد أنه حجم العجز العجز بالموازنة 40 مليار دولار نعم أنت لديك ديون على العراق أكثر من 200-220 مليار دولار هذه حقيقة لديك ديون يجب أن تسدد وهذه عليها فوائد سنوية وبنوك وقروض ودول ويجب أن تسددها وهذه المبالغ تزيد لأنه أنت ما تقدر تسددها نعم أنت لديك طاقة قصوى في تصدير النفط أنت ما عندك غير اقتصادك ريعي عندك نفط الصدرة ويجي وارد النفط لأنه لا عندك لا زراعة ولا صناعة ولا حتى السياحة الدينية هذه تجيب الإيرانيين بلاش يأخذوه من عندك ما ينطوك هاي مشكلة كبيرة لأنه بالتالي أنت طلعت الإحصاءات الأخيرة ظهر أنه نسبة الفقر في كربلا والنجف المدن اللي هي يجب أن تكون زيارات يعني السياحة الدينية بهها عالي نسبة عالية جدا جدا والتظاهرات في النجف وكربلا عالية جدا ناس فقراء إذن هناك منظومة تتخرب البلد أنت لما عندك عجز أربعين مليار وتحتاج هذه الوظائف إلى غطاء مادي كل هذه تحتاج إلى غطاء مادي أنت تتحدث عن فتح مشاريع المشاريع تحتاج غطاء مادي تحدث عن وظائف الوظائف تحتاج غطاء مادي إذن أنت تقذب حكومة نتكلم عن حكومة تقذب هي وأحزابها تقذب إذن كل هذه العملية المرتبة الآن محاولة لتخدير التظاهرة للقضاء على الثورة لأنه هذه كذبة كبيرة غير قادرية نعم اللي عنده نظام يجب أن يخلي وصار لهم 17 سنة كان يخلهم خطط تنموية أدهم زراعة أدهم صناعة أدهم نشاطات أخرى يوجهون بها الشباب يوجهون بها اليد العاملة وبالتالي أنت كل البلد يعمل من أجل النهوض بلد في حالة موت موت سريري حقيقة المشروع هذا المنظومة هذه سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية موتت البلد من ذلك هذه الثورة خرجت دكتور هدف الاحتلال هذه الثورة خرجت نعم ويوم بعد يوم تزداد القناعة عند كل العالم أن الثورة على حق هذه الشباب هذا اللي خرج على حق هذه كذبة الديمقراطية من الآن تحاول تصحيح المسار الثورة الآن بتجهع المحلي هذا جزء من حقيقة ما موجود هل يستطيعون أن يوفون بعهودهم بوعودهم اللي يقولوا لا يستطيعون لأن كلها تحتاج إلى غطاء مادي وإنت الغطاء المادي ما عندك ما موجود الأحزاب تسرق والعملية السياسية تسرق ودول أخرى تسرق وإنت ما عندك وإنت مطلوب ومديون وهذا البلد الغني جدا تحول إلى بلد فقير ويسوي مؤتمرات للدعم الخارجي يعني يشحت من العالم هذا أول مرة بلد في غنى العراق ويسوي مؤتمرات بره لمساعدة العراق تساعدوا على شنون ما هي القضية وأنت عندك نفط الآن يصدر نحو أربع ملايين برميلة ومية طاقة قصوة ما تقدر أكثر من هذا لا السوق يتحمل لا السوق يتحمل ولا طاقتك التصديرية تتحمل وغير قادر هاي الخبراء النفط يتحدثون ومو يتحدثون يقول لك سنصل إلى 6 ملايين برميل 7 ملايين كذب هاي كذب لأنه أنت لا طاقتك التصديرية يحتاج لك يحتاج لك مكانيات أخرى ويحتاج السوق استوعب هذه الكميات ما للنفط السوق ما يريد هذه الكميات لذي أن وين نتودي هذا النفط يعني طالعا من القع وين نتودي فبالتالي كذبة كبيرة أنت الآن تصدر أعلى ما يمكن والفلوس تجيك أنت هذا العجز اللي عندك وهذا المصيب اللي عندك وهي الديون اللي عندك إذن وين مشاريعك وين الكذب اللي تحكي عنه وين الوعود كلها كذب معنا زميل أحمد الصحفي أحمد جميلي هل لا زال معنا نعم يعني بغداد ليست الوحيد أحمد التي أبدت إصرارها على مواصلة الثورة حتى المحافظات الجنوبية نرىها كماشرنة والوسطى تتحرك يعني كيف ترون الحراك في هذه المحافظات الوسطى والجنوبية وهل يعني إغلاق الطرق المهدية إلى الحقول النفطية يعني سيسرع بإسقاط النظام نعم كما ذكرت حضرتك التظاهرات في الجنوب مستمرة ومستمرة بشكل كبير وهناك فعاليات يومية يقوم بها المتظاهرون من أجل إدامة التظاهرات وعلى الرغم من عمليات التضييق التي مارتتها الأحزاب ومارتتها الحكومات المحلية ضد هذه الساحات إلا أن التظاهرات في الناصرية مثلا وفي البصرة وفي النجس وفي كربلة مستمرة وهم يتعرضون كذلك لما يتعرض لهم ناشطون في بغداد من عمليات قمى واغتيالات وخطف وأيضاً حملات إعلامية كبيرة تمارسها الجهات الإعلامية التابعة للأحزاب والميليشيات من أجل تشويه هذه التظاهرات واستغلال بعض السلبيات التي طرأت خلال أيام الاحتجاجات من أجل إفشال هذا الحراك الشعبي لذلك التظاهرات كبيرة وهناك مراهنة ولعل ساحات التحرير والتظاهرات في بغداد تستمد زخمها وتستمد دعمها الكبير من ساحات التظاهرات في جنوب العراق حيث هناك يومياً وفوض كثيرة تأتي من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة بغداد من أجل تزديع المتظاهرين وحكهم على مواصلة التظاهرات حتى إثقاط هذه الطبقة الحاكمة المتورطة بإخوتهم من الناشطين على الرغم من عمليات التقالات التي تعرضون لها أثناء الطريق وأيضاً على الرغم من القرارات التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد بمنع المرتبات التي تقل المنشطين من الوصول والدخول إلى العاصمة بغداد من أجل إضعاف التظاهرات في بغداد وأيضاً تقييد حركة المتظاهرين من وإلى العاصمة بغداد هذه التظاهرات مستمرة نحن نحن نتطلع إلى أن الحل سوف يكون والحسم سوف يكون من ساحة التظاهر في جنوب العراق لأن هذه المحافظات هي محافظات معدمة تماماً بلا خدمات بلا صرف عمل لآلاف العاطين عن العمل هذه المدن قد مسها الخراب والدمار السبير وهمتت خلال السنوات الماضية وأهلها يعيشون في ظروف معيشية صعبة لذلك لم يأتي هذا الحراك الشعبي من فراغ بل جاء من طلب ومن صميم معاناة الأحادي يعني كيف تصف خطوة ناشطية الثورة باختراق المواقع الحكومية لأبرز الوزارات ما الرسالة التي أراد إيصال أثوار بهذه الخطوة نعم مثلا عمليات اختراق المواقع الحكومية وأيضا هي يعني تأتي في إطار أساليب الاحتاج وهي أساليب معروفة وليست يعني تحدث في أول مرة في العراق وفي العالم هناك جوء الأخرى أيضا فيها حركات احتجاجية كبيرة ويقوم بعض الناشطون الذين لديهم معرفة بعملية البرمجة واختراق المواقع من اختراق المواقع الحكومية من أجل لفت أنظار العالم وأيضا إيصال صوتهم إلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المستحجة وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لذلك الشعب العراقي هو أو هذه العمليات عمليات اختراقات التي طالبها بعض الناشطون وجد المواقع الحصومية تأتي في إطار عمليات احتجاج السلمية والطبيعية وهذه الاختراقات قد استهدفت مواقع في الحقيقة قد ماركت عمليات تشويه كبيرة وعمليات إعلامية مضادة للحراك الشعبي في العراق ومن أجل يعني إيطال صوتهم وإثبات أن هناك شعب يقاوم وشعب يطالب في حقوقه المشروعة وأن هذه التظاهرات لن تعود حتى تحقيق كافة المطالب طيب إذن دكتور رافع يعني على المستوى السياسي أيضا أثوار رفضوا مرشحي حزب الدعوة والأحزاب كافة من هذه العملية السياسية وأعلنوا ذلك بوضوح ولكن أن يخرج علينا سامي العسكري ويقول أن المتظاهرين يعني ما هم إلا أدوات في هذا الصراع الأمريكي الإيراني ويتهم المتظاهرين بأن وراءهم أمريكا كيف تعلق على هذه التصريحات دكتور هذه الحقيقة تعكس وجهة نظر العملية السياسية تجاه الشعب تجاه المتظاهرين هذه حقيقة يعني هكذا ينظرون إلى الثوار من أول يوم لحد الآن وهكذا ينظرون إلى الشعب يعني هم من البداية يحذرون يعني أي واحد يخرج علي ترى نروح للمربع الأول والمربع الأول هذه الفوضى وهي موجودة بالعراق والمربع الأول العراق لم يغادره من عام 2003 حتى الآن هذه الكذبة الأولى والمربع الأول ربما هذا الذي يخصده هو أفضل حال من هذا الحال الذي وصل للعراق يعني ربما كنا في عامل في 2003 لأنه كانت لا حكومة موجودة ولا وماكو غير قوات الاحتلال وكان الناس متعايشة بسلم وقادرين القضية اختلفت فإذا هم نظرتهم دونية للشعب النظرة اللي عبر عنها الفياض فالفياض من قال ما يعرفوني يسون جملة ذول صغار ناس صغار نظرة دونية للناس وهذا سامي العسكر نفس القضية نظرة دونية هم جاءوا هم من جاء بكم يعني يعني ينسون التاريخ من جاء بكم إلى العراق يعني 2003 كيف حصلت يعني نزلتوا براشيوت إنتوا ولا الأمريكان جابوكم ومنحتل العراق وشون جيت ومنوا أسس العملية السياسية ومنوا أسس لكم مجلس الحكومة ومنوا أسوا لكم النظام وظلت القوات الأمريكية بكل عدد بكل عددها الكبير لغاية 2011 قلتوا تنسحبت وين لم تنسحب طلعت من الباب وخشرت من الشباش وما زالت في قواعد تحمي وأجواء العراق وكلها تحمي معاهدة أمنية واختيار رئيس الوزراء واختيار الوزارات وأكبر سفارة بالدنيا السفارة الأمريكية وهذه هذه القضية لا أحد ينقرها نعم وأمريكا جاءت وجابت كل الدنيا وجابت إيران وإياها احتلت العراق هذه الحقيقة نعم عم العملية السياسية كل القوى الحزبية والميليشيوية في العملية السياسية تنظر إلى كل شعب فقط أذنت لي عفوا دكتور سعود إليك لتكمل ولكن معنا الآن الدكتورة هدى جاسم الناشطة المدنية من محافظة واسط مرحبا بك دكتورة هدى كيف الوضع الآن في الكوت وكافة المدن والأقضية في واسط أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز بالنسبة لمحافظة واسط قوائل كوت واحد من أكبر ساحات المدن بالتظاهر على الرغم من تقلبات الظروف وعلى الرغم من الأوضاع الجوية يعني من غيوم من مطار من ضباب لازمنا متواجدين ومتواصلين في الساحة وعلى الرغم من قلة الإمدادات الاستوجية لكن أوضاعنا لازالت مرهونة بالساحة ومتكاسين يد بيد على الرغم من حالات القمح وعلى الرغم من حالات الإبادة وعلى الرغم من حالات التهديد وأني وحدة من الناس اللي تعرضت إلى حالة ملاحقة بشطارتي وبمجهودي وبقوتي إنه نجيت أنا وابني الصغير يعني من الموت بعجوبة لأن ملاحقة السيارة من أعرفة هم ميليشيات بالدولة والأحزاب لأنه أندد بتواجد الأحزاب بالساحة تعرف يعني إحنا بالتظاهرة كنا يعني معروف تصوير وهذه ويجون يعني أشخاص مندستين بيانات لا يصورون طريقة الكلام يصورون الصور تعرفوني ويعني تقريبا أنا حاليا مهددة لكن مع ذلك أنا مستمرة بتواجد يعني لحقتك سيارة دكتورة هدى أي والله من الميليشيات أنا تعرف أنا أم وأب الأولادي فأروح دائما يعني من أفرق أروح أتسوق للأولاد فرحت أجيب يعني وجبة مار ريوب وآني وابني الزغير يعني أنا دائما أطلع ويا حتى إنه عود يصير قوي ويتحمل مسؤولية فأثناء يعني خروجنا من البيت تعرفنا بأحد المحلات وما قلت لأن قد قد تصير علينا هجوم وأني أأذ الناس فأطلعت بهجوء من المحل أنا وأبني وظل السيارة تلاحقنا بالشارع ونركض وعلى رغم تعبانة يعني صحتي تعبانة لأن عندي ورم عندي ورم فين ولازم نقضي على السرطان اللي موجود بالعراق أستاذي أنا أقدر أمثل أقدر أمثل العراق بجسم الإنسان وأقدر أمثل الحكومة بالسرطان اللي بجسم الإنسان مرض خبيث مهما زلنا مهما زلنا السرطان أو استقصنا أو ظلنا جدور فنحاول قدر الإمكان إنه نقتل الجدور اللي موجودة موجودة بجسم الإنسان اللي نقصد بالجدور هم الميليشيات والأحزاب والمتسوسين اللي موجودين بالعراق اللي يحاولون قمع هذه الثورة هذه الثورة هي ثورة تحدي يعني الدكتورة هدى هل لا تزال هناك اعتصامات أو تظاهرات في محافظة واسط وأين وكيف هي معنويات الثوار هناك أي هو صحيح بعض الأحيان تشوفون ساحة الاعتصام فارغ ساحة الاعتصام مو فارغ ساحة الاعتصام احنا اللي معروف عنا العراقيين اللي العراقيين وصلاة واعتصام فأكثر الناس اللي 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 موجودين بالعراق حالتهم المادية يعني ضعيفة فالجئون إلى العمل أنه كسب قوتهم اليومي يرحون الصبح يكملون الشغل مالتهم لأن أكتريتهم كسب يكملون الشغل مالتهم وين يتوجهون تقريبا الساعة بثلاثة الساعة بالأربعة يتوجهون الساحات الاعتصام ويظلون إلى كلش يعني قوي وخاصة بالكوت على الرغم أنه محافظة وقصط يعني بها 16 وحدة إدارية لهاكت الكوت مكافية وموافية أقدر وخاصة بهال الأوقات وخاصة في فترة الليل يعني أنا لعل شصمت شان عريد أزياتي لكم الفيديوهات اللي يعني تتصور بالليل وعلى الرغم من وجود الضرط وحالات الأنطار أنه التوار متواجبين يفتحون النيران ويفتحون الجم ومالتهم ويقعدون يخدرون يظلون إلى ساعات متأخرة فعبهم يرجعون للمنازل ويعودون ثاني يوم البقية يظلون مخيمين بالخيام أنه حتى يحموها لأنه يخافون كل ميليشيات ويخافون من المندسين يحرقون الخيام طيب دكتورة هدى برجاسم يعني كيف تردين على تصريح سامي العسكري الذي وصفكم بأنكم مجرد أدوات في هذا الصراع الأمريكي الإيراني كما قال وأن وراءكم أمريكا أنتم تابعون وهذا الحراك التوري تابع لأمريكا هي الذي تحركه هذا الذي قال هالكلام متوهم الشعب الإراقي شعب عريق شعب الإراق شعب أولى الحضارات التي قامت حالة من بلاد الرافدين وبلاد النيل التي أسسوا هذه الحضارة أكيد قادرين على أنه يوقفون عمليات العبادة ويوقفون عمليات التمويل ويوقفون العمليات التي حتت بالإراق ويوقفون الأشخاص التي خربوا وهدموا حضارة العراق أرجع وأقول أنه يد واحدة ويد واحدة وعلى الرغم من أنه لممول ولا موجود أحد يعني حرّضنا على القتال نحن ثورة أصلاح ثورة أصلاح وكنا قادرين على التحرير وراح نحرر بلدنا على الرغم من قلة الإمكانيات وعلى الرغم من قلة السلاح إلا أن الثورة هي فكر شكرا جزيلا لك دكتور هدى جاسم ناشطة المدنية محافظة واسطة على هذه المشاركة وفاتني أيضا أن أشكر سيد أحمد الجميل الصحفي من بغداد دكتور رافع كنت تتحدث وقطعنا كلامك عذرا عن تصريح سامي العسكري تفضل نعم بالتالي يعني هذا ما رجل وأكدت دكتور هدى جاسم نعم في حديث والله يحفظه ويحفظ كل العراقيين يعني واضح القضية هم يقولون أنه يعني الشعب وكأنه هو هذا هاي نظرتكم أنه الشعب أدات من أدوات أمريكا في الصراع مع إيران نعم ويوصل إلى نتيجة أنه كل التظاهرات هذه خرجت بتحريك أمريكي لأجل إزاحة عادل عبد المهدي لأنه عادل عبد المهدي رفض محاصرة إيران يعني أولا عيب على واحد يعتبرون من منظري عزب الدعوة ودولة القانون ومن هاي القيادات حكم العراق مع الأسف هذا اللي حكمون العراق مع الأسف مع الأسف نعم يفسر الأمور بهذا الشكل ولأن عادل عبد المهدي رفض إحاصر إلى إيران ليش هو يعني المفروض منه عادل عبد المهدي يعني يرفض إحاصر إلى إيران ويتعاونه مع إيران ليش يعني ليش وين القرار المستقل للعراقي وين الرؤية العراقية ثانيا هو عدل عبد المهدي صار رئيس وزراء بالتوافق منه بين من ومن وما هو بالتوافق الإيراني الأمريكي اللي جابوا الأمريكان والإيرانيين هو ما جابته بس إيران هذا التوافق التخادم ثانيا هو ماكو صراع إيراني إيراني يعني أمريكي هذه كذبة كبيرة هناك محاولة لضبط الأمور فيما بينهم هناك تخادم إيراني أمريكي في العراق لديها أمريكا مشاكل مع إيران فيما يخص النووي فيما يخص مشاكل أخرى لكن هذا لا يؤثر على العراق بالرؤية هم لديهم تخادم في العراق وهي إيران هذه الشيطان الأصغر دخلت تحت مظلة الشيطان الأكبر إلى العراق واحتلتها بهذه الطريقة وعيب مسؤول وعملية سياسية ويقولون إحنا وطنيين يتهم الشعب بأنهم أدوات بيد أمريكا ضد هذه الحكومة الإشياء الحكومة شنو وطنية وشي قدمت للشعب العراقي طوال 17 سنة غير القهر والأذية والطائفية والقراب ورهن الإرادة والبوق والفساد هذا اللي قدمتها وبالتالي الناس خرجوا للوقوف بوجه هذا المشروع البائس اللي دمر العراق شنو علاقة الشعب حتى يكون أداة وهذا الشعب المقهور اللي تكتلوه هذا ما هم أرادوا يقولون عنهم وقالوا إنه بعثي ما عرف منه فشلت القضية ماذا تركب يعني عمره 16 سنة وانت كاتله بالرصاص الحي وتقول لبعثي 16 سنة وما لحق حتى على حزب البعث 17 سنة وانت ذابحه ومعتقله وتقول بعثي مرهمة هذه القضية نزلوا الميليشيات مرهمة دماء قتل مرهمة خطوف خطوف ماذا ترحم فبالتالي لا ذول أمريكان ذول أمريكا تتحركهم لأن الأمريكان صدروا بيان بيانيا ما هو الدمار كل هذا اللي حصل بالعراق من وراكم هذا المشروع الأمريكي اللي جانه ومع ذلك أنتوا أدوات أمريكية وإذا كان هناك أدوات للعراق فأنتوا الأدوات أدوات الأمريكية الإيرانية لتدمير العراق أنتوا هاي العملية السياسية بكل أحزابها وقوائها بكل ما فيه حتى مجلس النواب ولجانه البرلمانية هم هذا الأدوات يعني مثل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية دكتور رافع ذكرت أنه هي مستمرة بالتحقيق في أحداث المزهرة في محافظة ديقار وهي لا تعلم ولا تمتلك أي معلومات عن الفريق الشمري الذي صدرت بحقه مذكرة القابض يعني لاحظ هاي القضية المضحكة موكية هاي نفس القضية اللي عادل عبد المهدي يخطفون لواء بالداخلية مدير عام بالداخلية برتبة لواء يخطفون من الشارع وما يدري ناشد ناشد ما يخطفونه يطلق صراحة نعم وبنفس الوقت يتكلم عن دولة مضبوطة وأمن مضبوط وقانون ودستور وما يتكلم عن كلام مثل نفس الكلام اللي يقتل المتظاهرين ويسميهم شغب ويسميهم يعني مثل ما يسميهم الإسام العسكرية أدوات أمريكية وبنفس الوقت يقول ذولة شهداء أكو تناقض دائما وغريب عجيب يفضحهم يفضح جهلهم وضحالتهم هذه نفس القضية الآن الميليشيات تدخل إلى السنك تقتل العالم سبع ساعات من ساعات هي لا أحد يعرف والكهرباء تنقطع والقتل وتتم القضية ويطلعون لا أحد يعرف من باولا لا أحد يعرف سبعمائة مدل ستمائة شهيد الحكومة تقوله هم أكثر من ألف شهيد يقتلون وقناصين فوقهم ما يعرفون من القناصين مجهولوا وطرف ثالث نعم ايه وطرف ثالث وقنابلتهم ضربوا وما يعرفون وينقطوا في العالم ما حاج يدريه وهذه كلها موجودة واحد يقتل بساحة الوثبة مباشرة الدنيا قامت ولم تقعد ولزموا خمسة قالوا ذول اللي رأسا مباشرة والتحقيق بدأ وكمشناهم الخمسة اللي قتلوا طيب المتظاهرين في الناصرية دخل لهم واحد عسكري منكم ورتبته فريق فريق شمرين أنا وقتلهم وطلع عبدان بارد وقتله سبعين واحد ونكبها نكبة كبيرة للناصرية في يوم واحد في يعني في صباح أحد الأيام وطلع لحد الآن أنتوا تقولون الفريق هذا ما ندري بيويني مذكرة القاقة وضع لي طيب أنتوا الطائرة تقولون الدخلت ضربة بيت مقتدى الصدر وجدت من الرمادي شفتوه هاي الطيارة ما تدرون هذا الفريق اللي اغتبته منه لهنا وين الراح؟ وهذا اللواء من خطفه ما تدرون منه خطفه؟ وهاي الميليشيات شون دخلته؟ وهذا القناص شون كتل كل ذوله؟ ببغداد وبالنجف ومدري وين وبالناصرية؟ قضية معيبة مضحكة هذا يدلل على ضحالتهم يدلل على أن الثورة هذه على حق هذول ناس لا يستحقون أن يحكموا العراق هذا فكر عصابات فكر تخريبي فكر يحاول أن يسفه كل الأشياء يسفه أول شيء يسفه من الأشياء الثمينة جدا عند العراقين وعند الإنسانية هي دم الناس دم البشر يسفه بهذه القضية هذا إيه وهذا لا وينظر للقضايا يقيس نفس القضية بمكيالين دائما عندها هاي أهل شغلة هنا شكل وهنا شكل هنا نقبل وهنا ما نقبل هذا شهيد وهذا لا هذا مجرم هذا قضية غير شكل وبالتالي الثورة تثبت يوم بعد يوم بتصرفات هؤلاء بسياساتهم بتوجهاتهم بكل ما يفعلوا أن الثورة على حق وأن الثورة ستحقق أهدافها يوم بعد يوم على فكرة كل هذه القرارات كل هذه التصريحات هذه تأكل من جرفهم تأكل من جرفهم لا يدركون أن هذا المواضيع تأكل من جرفهم وتقوي جانب الثورة وتقوي إرادة الثوار وتقوي العامل الدولي لأن يقف معهم وبالتالي وقفة كبيرة جدا جدا ويجعلهم يزيحون كل هذه القضية إذن في ختم هذه المتابعة الخاصة عن أحداث ثورة تشريم مشاهدين الكرام نشكر وضيفنا في الستوديو الدكتور رافع الفلاحي كاتب البحث شكرا جزيلا دكتور رافع ونشكر جميع من اشترك معنا في هذه المتابعة الخاصة شكرا لكم مشاهدين الكرام وفي أمان الله وحفظه